سمير طبعاً تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي مهم جداً ما بين الواقع والفرص والتحديات خليني نبدأ بالواقع طبعاً ده كان عنوان الجلسة اللي تمت يوم الثلاث الماضي في جلسات الحوار الوطني الواقع احنا عندنا فترة طبعاً في تاريخ مصر الحديث كانت فيها تغيرات كبيرة جداً احنا كنا شغالين قبل 2011 استثمار منفتح على العالم كان فيه مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع الخاص حدثت الأحداث اللي في 2011 وكانت تبعياتها طبعاً بالطبيعي ان مناخ مش جازب لأي استثمار وخرجت استثمارات كتيرة في الفترة دي لما رجع الاستقرار الحمد لله من 2014 ومع تولي فخامة سيادة رئيس الجمهورية وبدأت المعطيات تشير ان احنا المفروض يرجع للقطاع الخاص لدوره ما كانش ده حصل فكانت الدولة بتدخل هي في الاستثمارات لتشغيل لفرص العمل وبدأت تجاهز المناخ المناسب للاستثمار الخاص بدأنا نحصل ده في السنوات الأخيرة جاءت تبعيات كوفيد-19 والكورونا واللي حصل في العالم والحرب روسية الأوكرانية أثرت تاني فنقدر نقول ان المناخ الاستثمار في مصر ما تقدرش تتكلم عليه بمعزة لعما يحدث في العالم وما تقدرش تتكلم عنه كمان واي حد محلل الاقتصاد العالمي يقدر يربط ده بالأحداث العالمية اللي بتحصل في الفترة الأخيرة المجلس الأعلى لاستثمار والقرارات اللي صدرت عنه برئاسة سيادة الرئيس فتحت المجال التاني احنا في جلسات الحوار الوطني كنا عندنا بعض التحليل للواقع والمناخ الاستثمار وحطين التحديات والفرص اللي 22 قرار ممكن نتكلم عنهم النهاردة ان شاء الله كانوا بيحلوا كثير من المعضلات دي دي التوصيات يعني طبعا طيب